شاركت 22 زورقاً في المنافسة في المحطة الأخيرة للبطولة وكان المتسابق الأول بيتر مورين لفريق تيانجون الصيني في المرتبة الثامنة في البداية إلا أنه سرعان ما تقدم بفضل مزاياها الخاصة في التجديف وخبرته الغنية في المسابقة واحتل في النصف الثاني من السباق المركز الثالث وصعد على منصة التتويج للبطولة في نهاية المطافة نحن هنا اليوم لمشاهدة المحطة الأخيرة لبطولة العالم للزوارق السريعة F1 هذه المسابقة تقام في الشارقة منذ أكثر من 20 عاماً وقد شارك فريقنا الصينية اليوم وحقق نتيجة جيدة ويمكن القول بأننا حققنا نتائج جيدة للغاية حالياً تبذر الجهة المنظمة للبطولة الجهود في تحضير السباق بالطاقة الجديدة وخاصة سباق قوارب الطاقة الهيدروجينية وذلك بهدف تشجيع الإبتكار وتعزيز تطبيق تكنولوجيا الطاقة الجديدة في مجال الرياضات المائية حيث قال ليحاوتيي نائب رئيس لجنة الفرميلة واحد بالاتحاد الدولي للزوارق السريعة قال إن الفريق الصيني يعمل حالياً على تطوير زوارق الطاقة الخضراء التي تستخدم الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة ومن المتوقع أن تظهر الزوارق العاملة بالطاقة الجديدة في الصين في المنافسات الدولية في المستقبل القريب